الخبر الأولtheillyعدن عن فضيحة بيسانت ما عيلوي يانس الشايب وخفهاهم نسمى مملكة القصص من التعليقات اللي عدهم فبالبداية بيسان نزلت هذا المقطع على قناتها و Подوما ننزل المقطع التدخلين على المقطع وتنزلو بيها عن التعليقات رح تشوفون انو كل التعليقات مقلوبة بالانجليز مكتوب عليها جج المملكة القصص اتى ذا بيسان و أنس قررا انى يوقفون هذه التعليق فخفوا اسم مملكة القصص من التعليقات التي عدهم أما بالنسبة للدليل ندخل على آخر مقطع نزله وننزل بيها التعليقات ونكتب كلمة مملكة القصص بعد نروح لكلمة الأحدث أولى عاموا نتحفظ تعليقي وتعليق الأشخاص على القوة وراية بعد ما نحفظهم زين نروح نغير الحساب عاموا نشوف هل التعليق لحي يطلع للناس أو لا بعد ما غيرنا الحساب وننزل بيها التعليقات وروح لكلمة الأحدث أولا راح نشوف إنه تعليق مظهر وإنما تعليق هذول أشخاص الثانيين ظهر طبعا بالنسبة للأشخاص اللي يسيلوا على السبب هذه التهجمات اللي تعرضت لها بيسان فنزلتكم مقطع قبل أسبوع وفضحت بي بيسان إسماعي لأنه هي سبتني وهددتني فراحطوكم هذا المقطع بالوصف إنه حاب إنه يشوفه يفتهم القصة بالكامل الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني وإش وقت راح ينزل أغنية الجديدة فجواني نزع على حسابه بالإنستجرام هذا البوست اللي شان كاتبي إنه حبايب القلب لا تنسون بكرة على الساعة بالأربعة الفيديو كليب الناري فكتبونا يا حبايب بالكومنتاج جيدة ومت حمسين لغمية جواني جديدة أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي أسو فأسو نزلت على حسابها بالإنستجرام شوية ستوريات تحمس بها المتابعين للمقطع اللي حتنزله باتر فشات كاتب على الستوري في فيديو جديد باتر فبار الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة إصابة بدر واخفاهم الاسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عدهم وبهذه الحال يكونوا نخافين اسم أنس وأصالة وأحمد حسن الزينب وبلا خير نارين بيوتي أما بالنسبة للدليل لو ندخل على أخر مقطع نزله وننزل بيع التعليقات ونكتب كلمة نارين بيوتي بعدها نروح على كلمة الأحدث أولا عمو يتحفى التعليق وتعليق الأشخاص على القوة وراية بعدما نحفظهم زين روح نغير الحساب عمو نشوف هل التعليق لحيطلع للناس أو لا بعدما نغيرنا للحساب وننزل بيع التعليقات وروح على كلمة الأحدث أولا راح نشوف إنه تعليق مظهر وإنما تعليق هذول أشخاص الثانيين ظاهر ففتبونا يا حباي بالكومنتاج شرككم هذا الخبر وشرككم حركة إصابة بدر لإخفاهم الأكثر من اسم يوتيوبر من التعليقات اللي عدهم الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب واستهزاء بنورستار فأحمد أبو الرب نزع على حساب بالإنستجرام شوية ستورية واللي كان يقول بيها إنه هو سوى حادث وبهذا الحادث ماتت بي بزونة فبسبب هذا الشي هو صال الأسبوع حزين عليها ونحن حتى صار يبكي على مودها بعد نزل هذا الستوري الثاني اللي كان بي واحد من المتابعين كاتب له إنه هذه البزونة انت مجت تعرفها ولا هي تعرفك وانت زعلت عليها أسبوع كامل لأنه ماتت ليش اتما سخرت على نورستار وقت مات تكلبها وصارت تبكي عليه هو كان وياها خمس سنين قد عليها أحمد أبو الرب شفتني نزلت فيديو عشر دقائق وصارت إبكي بي وحطيت عليه إعلانات واللي هو طبعا واضح أنه يقصد نورستار بالمقطع اللي نزلتها كان تريديو الفلوس من ورا ونمى أيما كانت حزنان على تشلبها فاكتبونا يا حبائي بالكومنتات شوريكم بهذا الخبر وشوريكم كلام أحمد أبو الرب على نورستار الخبر الخامس اللي عدنا عن أنس وأصالة فأنس وأصالة نزلوا على حسابهم بالليل انستجرام هذا الستوريات اللي كان فرحان بها كلش لأنه وصلت قناة الجديدة للمليون ومئتين ألف مشترك فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال ملايين يا رب فهو أحب أن نزل هذه الستوريات اللي يشكر بها المتابعين وإحمد رب على هذه النعمة راح تقوم هذه الستوريات اللي حاب يشوفها جماعة هلأ بكير كتير عنه أظنبين على وجي ولكن ما بعف الدجساء عنكم ولكن بس حابب أحكي بموضوعها سريع اللي صار مبارح يا جماعة أنه رحنا لنالكم أنه رحنا فتحنا قناة جديدة القناة حيكون هدفها أجمل شغلات فيها شغلات شغلات تعجبكم شغلات حلوة مبارح القناة يا جماعة كان عليها صفر سبسكرايبر صفر اليوم هلأ عليها 1.2 مليون سبسكرايبر أقسم بالله ما نعرف كيف أشرح مشاعري ما نعرف كيف أشرح اللي عم بصير بيوم واحد هالأرقام هاي مليون ومئتين ألف والله يا جماعة لو أرقام هاي بتشيك علي إن كان على اليوتيوب أو على السوشل ميديا ما بعرف ما عرف شو عملنا بحياتنا حتى الله يا ما بعرف أنتو تكونوا بحياتنا حتى تقدروا تعيشونا هاللحظات هاي والشغلات هاي فشكرا كتير لحبكم الشغل لازم تعرفوها أنه على اليوتيوب بيبين أنه هلأ قدامكم 9.5 مليون ولكن على التطبيق الخلفي تبع يوتيوب اللي موجود عندي هلأ رح تلكم سكرين شوت بس والله نوصل لنهات المقطعة تمنى المقطعة جاوكم نسحوطوا للاك شاركوا بالقناة تلكم في زي مقاطعة مملكة الخصص وبس مع السلامة